المنظومة التعليمية الجديدة والمتكاملة لأهلين نفسينا ومدن القناة نسبة عدد المدارس اللي زادت من 2013-14 وحتى 22-23 20% زيادة في عدد المدارس كانوا 2530 مدرسة بقوا 3041 مدرسة طب واعداد الفصول زادت ولا ما زادتش زادت تقريبا 4000 فصل طيب تعالا كده نشوف اعداد المقيدين في المدارس كانوا 669 ألف بقوا 934 ألف عندي سبع مدارس يابانية تم إنشاءها لأول مرة في سيناء ومدن القناة أربع مدارس تكنولوجية تطبيقية تم إنشاءها هناك 138 مدرسة ثانوية تم تمديد كابلات الفايبر أوبتيكس أو الكابلات الضوئية بتاعتها لهذه المدارس 138 مدرسة ثانوية 115 ألف وسبعمائة جهاز تابلت تم توزيعهم على أهلين في سيناء ومدن القناة أربع جامعات أهلية تم إنشاءها وبدء الدراسة بيها لأول مرة في سيناء ومدن القناة 570 مليون جنيه تكلفة هذه الجامعات التكنولوجية في مدينة السلام تحديدا في شرق برسعين جامعة تكنولوجية بس بـ 570 مليون عدد الكليات في الجامعات الحكومية برضو زاد عشان بحافظة يقول لك إيه ده فيه اهتمام بالجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية لأ تعالى بص كده على عدد الكليات في الجامعات الحكومية كانت 27 كلية بقوا 59 كلية ترجمة نانسي قنقر